اشتركوا في القناة وزي ما بأكد عليكم ما تنسوش يا أحلى ناس أنكم تشتركوا في القناة وشكر خاص للرحاب ورؤى وإشراق وأمل وزينب وفيلم رعب على تعليقاتهم المشجعة ودعمهم المستمر لنا وإن شاء الله هستمر في تأليف وتقديم القصص المرعبة من بودكاست كوابيس أخر الليل اللي أنا سيبلكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو تحت وبعد الألف مشترك أنا هبدأ سلسلة جديدة بعنوان جرائم وضحايا بناءا عند الاستفتاء اللي عملته على القناة هتبقى سلسلة جريمة حقيقية هجبلكم فيها أضايا حصلت بجد وأحكي لكم كل ملبسات الجرائم وإزاي تحلت وإي عقبة المجرمين فيها دلوقتي ومن غير مطول عليكم يلا نبدأ حكايات النهاردة واللي هتكون بعنوان غموض السكن الجامعي كتير مننا ما كانش قدامهم حل أيام الجامعة غير إنهم يسكنوا في مدينة جامعية سواء بسبب بعد الجامعة عن بيتهم وحافظته أو لإن أهلنا أصلا في دولة تانية وإحنا أجبرنا إننا نبعد عنهم عشان نكمل دراستنا الجامعية ساعتها بنتحط فجأة في بيئة بتكون مشبعة بالتنوع الثقافي والاجتماعي وده اللي ممكن يخلينا عرضة للأحقاد والمكايد من كل اتجاه واللي بدوره بيخلينا لما منتئذي مش بنبقى عارفين الضربة ممكن تجلنا منين بالزبط القصة الأولى أنا منال والأحداث اللي أحكيها لكم دي حصلت لما كنت طالبة في آخر سنة في كلية علوم وبسبب سفر أهلي المستمر كنت عايشة في سكن الطالبات اللي تابع للجامعة بتاعتي حاجة من الحاجات اللي معروفة في أي سكن طالبة إن كل كم طالبة بيتلموا وبيكونوا شلة مع بعضهم أنا شلتي كانت عبارة عن البنت اللي مشاركاني في القوضة واللي اسمها أميرة والبنتين اللي في القوضة اللي جنبنا واللي اسمهم هند وريم أشطر واحدة فينا هي أميرة كانت شطرة جدا ومخلصة الثلاث سنين اللي فاتوا بامتياز مع مرتبة الشرف وإحنا الثلاثة البقائين بنعدي السنة بالعافية وده كان طبيعي لأننا كنا كلما نحب نتجمع في قوضة هند وريم كانت أميرة بترفض إنها تيجي عشان مش بتعمل حاجة إلا إنها بتذاكر جات فترة التحضير لامتحانات آخر السنة ومشاريع التخرج وفي الفترة دي كنا مركزين على المذاكرة كالمعتاد بس كنا بنحب لما ناخد بريك نتجمع ونفك عن نفسنا وبرضو كانت أميرة الوحيدة اللي بتفضل تعود لوحدها وما تجيش معايا لما بروح لهند وريم في يوم الأيام لما تجمعنا فجأة وإحنا قاعدين الكهرباء قطعت ومفيش ثواني وسمعت صوت صويت جامد جاي من الأوضة بتاعتي واللي كانت أميرة قاعدة فيها لوحدها شغلنا الكشفات وجرينا بسرعة نشوف بتصوت ليه ولما فتحنا الباب لقناها مغمى عليها على الأرض في الحمام رحت فوقها بسرعة بس ما كانتش بتفوق قلقنا عليها فقلنا نوديها الأورة المستشفى بسرعة ولأن ريم كانت الوحيدة فينا اللي معاها عربية قلت لها جهزي عربيتي كريم ويلا بينا بسرعة شلنا أميرة وفعلة وودناها المستشفى لما الدكتور شافها قالنا أن ما فيهاش حاجة وأن صحتها كويسة ويمكن تكون نغمى عليها بسبب الخضة أو الإرهاق الشديد شوية كده وأميرة فائت وسألناها أنت أحسن دلوقتي سكتت شوية وبين على وشها ملامح الخضة والرعب كأنها شافت حاجة مرعبة لما الكهرباء قطعت وفجأة لقناها بتقول أنا شفت وحدة ست في الضلمة اترعبنا من اللي قالته وسألناها إزاي أميرة أنت متأكدة من اللي بتقولي مش ممكن تكون مجرد أوهام أو حاجة متعلقة وراء الباب مثلا مع الضل بانت كأنها شخص قالت لنا لأ أنا شفتها وقفة قدامي ودحكت بصوت عالي وفجأة بدأت تجري علي لما صوتت وأغمى علي اتثبتنا كلنا في مكاننا ما كناش عارفين نرد نقول إيه قلنا لها أن الدكتور قال لنا أن ممكن السبب يكون الإرهاق الشديد وإحنا كده كده فترة امتحانات وإنت متوترة فممكن يكون بيتهيألك بس تعالي نروح السكن وهناك ارتحيلت كم ساعة عشان تعرفي تكملي مذاكرة بكرة إن شاء الله قالت لنا ماشي واخدناها السكن وفعلا ارتحت ليلة كاملة ويدوب صحية اليوم اللي بعده على العصر وأنا كنت قاعدة بذاكر لقيتها لما صحيت فضلت في مكانها ما قامتش تخسر وشها وتصلي زي ما كانت بتعمل كل يوم ومكلفتها نفسها بالغطى ومش عايزة تقوم ولا حتى تذاكر قلقت لأن دي مش طبيعتها خالص فحبيت أسألها قلت لها مش هتقومي تصلي قالت لي لأ وعصبية في كلامها وبعدها قالت لي ولا حتى عايزة أذاكر أنا بكره الناس كلها والبشرية كلها ملاش عايزة ساعتها تأكدت أن أميرة مش طبيعية وفيها حاجة غلط على آخر الليل كده قرب وقت النوم دخلت القوضة عشان أنام لقيت أميرة وقفة على السرير وبصة للسقف من غير ولا حركة وفدأة نزلت رأسها وبصتلي وقالت لي أنا بفكر أقتلك يا منال كنت ها أعمل خضة لما لقيتها مسكة أزازة مكسورة في إيدها وبدأت تتحرك ناحيتي وهي بتقول كده لفيت بسرعة الورا وفتحت الباب وجريت على قوضة هندورين بسرعة خبطت على بابهم وقبل ما يفتحوا لقيت أميرة مطلعة رأسها من جنب الباب وبتتحك بشكل هستيري وتقول لي أنت جبانة قوي على فكرة أسلوبها وكل حاجة فيها تغيرت من الليلة إياها لما الكهرباء قطعت وهي في الحمام قررت أكلم مشرفة الدور وأقناعها تغير للقوضة عشان أبعد عن أميرة قالت لي ماشي بس لازم نلاقي حد يرضى يبدل معاك أصبري كام يوم بس قررت أن الكام يوم دول هقضيهم عند هند واعتذرت الأميرة بأي حجة على الساعة 2 بالليل كده صحيت على صوت تمتمة جاية من الناحية التانية من الحيطة واللي كانت الحيطة بتاعت الحمام بتاع أدتنا قربت ودني للحيطة وأول ما عملت كده خبت قوية جات على الحيطة كأنها عرفت أني حطيت راسي على الحيطة قلت لا كفاية قوي كده قمت من مكاني وروحت قطي وفتحت الباب بس أميرة ما كانتش في سريرها سمعت صوت التمتمة جاي من الحمام رحت أخبط عليه ونادتها أميرة أنت كويسة وأول ما سألت السؤال ده التمتمة وقفت وسمعت الدحكة إياها تاني قلت لها أنا هفتح معلش ولما فتحت الباب لقيتها وقفة على القعدة وبصة للسقف وبتضحك قلبي كان هيوقف من المشهد ده جريت لهند وريم وقلت لهم دي أكيد ملبوسة إحنا لازم نوديها لحد يرقيها ويطلع اللي فيها ده هند قالتلي نستنى لبعد الامتحانات كده كده لسه هنسأل أصلا على شيخ متخصص في الرقية وده هيخد مننا وقت وهيعطلنا عن المذاكرة وكده كده دي زنون مش أكيد إنها ممسوسة وممكن تكون مجرد حالة نفسية وهتتحسن عشان الامتحانات مش أكتر الامتحانات كان باقي عليها أيام خلص وأميرة حالها كان مقلوب ما ذكرتش ولا صفحة تقريبا وفعلا لما بدأت الامتحانات أميرة اللي كانت أشطر بنت شبه محلتش ولا مادة كويس وصحابي اللي في اللجنة بتاعتها كانوا بيقولوا إنهم كانوا بيشوفوها مسكة الألم لكن مش بتكتب حاجة خالص عشان الحوارات دي كلها حصلت يدوب قبل الامتحانات بأيام فما لها تشنقل لقوضة تانية وطول الفترة الامتحانات كنت مستحملة لقعدة في قطي ويدوب باجي وقت النوم بس وبعد ما خلصنا الامتحانات وإحنا بنشيل حاجتنا عشان هنروح لأن السنة الدراسية خلصت لقيت ريم جاية تقول لي منال أنا عايز أحكيليك حاجة قلت لها يحكي طبعا قالت لي إن وهي بتتكلم مع هند في مرة هند قاعدت تتكلم على أميرة بشكل وحش قوي وكان باين إنها شيلة منها وفي وسط الكلام وهي متعصبة قالت لي وقولك على حاجة أنا عملت لها عمل عشان ما تركزش في آخر سنة وتتشتت وتسقط اتصدمت إن حقدها وصل للدرجة دي فجيت بلغك بسرعة بصراحة أول ما ريم حكيت لي على اللي حصل اتصدمت قوي واللي أكيد للكلام ده إن أميرة حسنت وبقت كويسة زي الأول بعد ما الامتحانات خلصت على طول كنت هموت من الرعب لما فكرت إن الناس ممكن حقدها وحسدها على نجاح ناس تانية ممكن يوصلهم لأعمال شنيعة بالشكل ده للأسف أميرة سقطت السنة دي واتدمرت فكرة الامتياز مع مرتبة الشرف اللي كانت بتحلم بيها وكل ده عشان هند الحقد والحسد ملو قلبها ربنا يسطر علينا كلنا ويبعد عننا الناس المريضة اللي بالشكل ده القصة التانية بقول لك أنا عرفت أتصرف في لعبة من اللي بيقولوا عليها لعبة رعبة دي اللي اسمها ويجا هجبها البيت نجربها مع بعض وهي تبقى صهرة حلوة النهاردة ما تخليش الواد زياد ينام قلت له تمام مستنينا ولو إني بقى لق من الألعاب الغريبة دي بس سيشتا تعال نجربها وقفلت معاه وفعلا على الساعة عشر بالليل كده وصل البيت وورينا اللعبة كانت عبارة عن لوح مستطيل خشب وعليه كل الحروف والأرقام وفي زاوية مكتوب فيها آه أو لأ عشان لو الإجابة بالقبول أو الرفض اللعبة عبارة عن أننا نحط إيدينا إحنا الثلاثة على قطع خشبية ليها طرف مدبب عشان يشاور على الحرف أو الرقم والمفروض أننا نطفي كل الأنوار ونسأل سؤال ولو في جن أو روح في المكان هي اللي هتحرك القطع الخشبية لوحدها على كل حرف ونكون جملة تكون هي رد الجن ده على أسئلتنا قلت له ماشي يلا نلعب وكده كده مش حاطت في بالي لأنها لعبة فأكيد الموضوع مش صح يعني وفعلا أفلنا النور وشغلنا كشاف صغير حطناه في زاوية من زاوية الأوضة وحطينا إيدنا إحنا الثلاثة على القطع الخشبية وبدأنا نسأل أول سؤال سألناه هو هو في حد معنا هنا في الأوضة القطع تحركت ناحية كلمة آه بعد كده حمدي سأل عندك كم سنة القطع تحركت على رقم سبعة وبعدين على رقم واحد مكونة واحد وسبعين سنة بصينا البعض ساعتها وكنت حاسس أن في حد منهم هو اللي بيحرك القطع الخشبية بس ما حبيتش بوز اللعبة وجي دوري أسأل فقلت هو أنت مدت من كم سنة القطع تحركت لرقم ثلاثة وبعد كده رقم صفر يعني من ثلاثين سنة بعد كده زياد سأل اللعبة أنت روح شريرة ولا طيبة القطع تحركت وكونت كلمة شريرة جيدور حمدي فقال بتفكر تأذي حد فينا؟ القطع تحركت وكونت كلمة زياد فسبنا اللعبة وقعدنا نضحك ساعتها وفجأة اتضحكت قلب رعب وفزع لما لقينا قطع الخشبية بتتحرك لوحدها وبدأت تتنقل من حرف الحرف وفضلنا مركزين معاها وكان قلبنا هيقف لما كوننا الحروف اللي تشكلت وكونت كلمة هقتله ووقفت شوية وتحركت تاني وكونت كلمة هيموت واحنا بصين ومصدومين وفجأة الكشاف فصل والدنيا بقت كحل كنا هنموت من الخوف ساعتها اتحركت بالراحة وروحت للكشاف بس ما كانش راضي يفتح خبطت عليه اكتر من مرة فنور نور ضعيف قوي ولما نور شفنا اللي عمرنا ما هننساه ابدا لقينا زياد دراعه كله دم ومتخربش في ظهره كمان وما كانش عارف يتكلم من الخوف اللي كان حسه ساعتها جرينا برى البيت وفضلنا وقفين في الشارع شوية لحد ما جمعنا طاقتنا ودخلنا تاني لمينا لعبة الويجة ورميناها في الزبالة برى البيت من الليلة دي واحنا بطلنا نجرب اي لعبة من العاب الرعب دي وزياد صمم انه ينقل ويسكن في مكان تاني مع حد من قريبه الاحساس اللي حستوا ساعتها ان في حاجة بتخربشه وهو قاعد وسطنا ساب جوا صدمة مش هينساها طول حياته لحد دلوقتي مش عارفين روح مين دي وشمعنا كانت متضايقة من زياد مع انه اكتر واحد غلبان فينا اسئلة ملهاش اجابة ولا تفسير لحد يومنا ده القصة التالتة الاحداث دي حصلتلي في اول سنة ليا في الجمع ومن عادات الجمع بتاعتي انها بتبعتلي معلومات الشخص اللي هيكون معايا في القوضة بتاعت المدينة الجمعية قبل الدراسة بكم اسبوع واللي كان هيبقى معايا في القوضة كان اسمه سالم اتواصلنا قبل الدراسة بكام يوم عشان نكون على علم بالمعاد اللي هنتقابل فيه في اول يوم عند سكن الطلبة بس للأسف على اخر الوقت وقبل بداية الدراسة بكام يوم قرر فجأة انه يحول من الجمع وبقيت من غير حد معايا في القوضة ومستني لما الجمع تزبط طالب تاني مكان سالم وصلت المدينة الجمعية وبدأت رت بحكتي وانقلها من الشنط للدولاب بتاعي بعدها طلعت اتعرف على شوية من الناس اللي هيبقوا معايا في نفس الدور وكانوا ناس لطاف وكله ماشي تمام في نفس الليلة دي بالليل وصل الشخص اللي هيسكن معايا اخيرا في الاول كان ماشي في وسط الدور متلخبط ومش عارف فين القوضة بالزبط فانا ديته وقلت له انت اتنقلت من مكان تاني صح قال لي اه طيب قالولك رقم قدتك سبعة في الدور قال لي اه سلمت عليه وقلت له على اسمي ورحبت بيه في القوضة قال لي ان اسمه رمزي القوضة كانت متروقة لاني كنت زبطت النص بتاعي ورتبت حكتي في دولابي وهو ما كانش معاه الا شنطة صغيرة حط شنطته على السرير واعد يبصلي ويبتسم بس قال لي خلاص كده مش معايا الا الشنطة دي مستني باقي حكتي توصل لسه مجتش لحد دلوقتي طلع من شنطته ملايا فرشها على السرير وعشان الساعة كانت 11 بالليل تقريبا فخلاص قلنا اننا هننام بس ساعات تتناقش معاه شوية عشان اقرأ دماغه اكتر في الاول وفي الاخر دشريكي في القوضة وهنقض مع بعض سنة دراسية كاملة فكان لازم اتكلم معاه واعرف افهم طريق تفكيره بس معرفتش استنتج اي حاجة من كلامه كان بيطلع الكلام بالعافية وخجول قوي فما تكلمناش كتير يومها وانا ما استغربتش الموضوع لانه طبيعي ان اول يوم يبقى مش حابب يرغي قوي نمت الليلة دي وعلى الساعة واحدة بالليل كده صحيت من النوم وكان جايلي احساس اني مش مرتاح في النوم وفجأة لقيت رمزي معدي من جنب سريري بسرعة اتخضيت جدا ساعتها وهو قاعد يعتذري انه ما كانش قصده يخضني وانه كان بس راجع من الحمام قلبي كان بيدق اجامد ساعتها مش عارف هو كان معدي ولا كان واقف جنب سريري ما كنتش مجمع خالص ساعتها فمش متأكد قوي اعتذلي تاني بعدها بشوية وراح سريره ينام قلت له تمام ولا يهمك الليلة دي كملت نوم وانا مدي له ظهري الصبح المنبه بتاعرا ولما صحيت لقيت رمزي نايم على سريره بس باين انه مش نايم قوي وانه بيعمل نفسه نايم رحت ناحية شنطتي اطلع شوية كتب ومراجع كنت جايبهم معايا وجالي ساعتها يحساس ان في حاجة تحركت في شنطتي وانها متلخبطة شوية عن اخر مرة فتحتها بصيت ناحية رمزي وبرضو باين انه نايم فقررت ااخد شوية حاجات غالية من شنطتي وحطها في شنطة الظهر بتاعتي اللي بروح بيها الجامعة وانا في الطريق للجامعة بعت ايميل لادارة المدينة الجامعية بطلب فيه انهم يغيروا لي شريك الاوضة بتاعتي وكتبت في السبب هو اني حسه مريب ومش مرتاح اوي في الاعداء معاه وبعت الايميل بعد ما محاضراتي خلصت ورجعت السكن تاني استغربت اوي لما لقيت باب الاوضة مفتوح على اخره ومسنود بحاجة تخليه ما يقفلش لما دخلت جوه لقيت شنطة جديدة على سرير رمزي فجأة لقيت رمزي داخل الاوضة سلم علي وراح خد الشنطة وحطها تحت سريره بسرعة وريح على السرير بس فرضل مش بيعمل حاجة خالص غير انه بصصلي بتركيز كان احساس مريب اوي بس عملت نفسي مش واخد بالي قررت ابوصله بصة مش لطيفة عشان يعرف اني خدت بالي راح شاورلي وقال لي انه هينام دلوقتي وريح على سريره وفضل ماسك موبايله بعدها نزلت التاني اكل اي حاجة من الكفتيريا وبرضو لما رجعت لقيته في الاوضة مش عارفه ومش بيخرج خالص ولا ايه سألته وما كانش عندك محاضرات النهاردة ولا ايه قال لي اه بس كانت محاضرة واحدة بس فرجعت بسرعة افلنا النور ورحت على سريري بس شوية كده وخدت بالي ان رمزي كان نايم على جنبه وبصصلي برضو ما بقيتش عارف اخلص منه ازاي ده قلت افتح الايميل بتاعي على الموبايل واشوف لو الادارة ردت علي في موضوع النقل ولقيت رد منهم فعلا بس مش الرد اللي كنت اتمنى اشوفه لقيتهم ايليلي شريك اوتك مين احنا لسه ما جبناش بديل لسالم اصلا وانه من المفترض ان ما يكونش فيه حد معايا في الاوضة دلوقتي اصلا بصيت لرمزي ولقيته بصصلي جامد كنت هسأله هو انت معاك مفاتيح الاوضة بس رجعت في كلامي عشان ما حسسهش ان يعرفت حاجة قمت حطيت حكتي في شنطة جانبية كانت معايا وحطيت فيها الموبايل واللاب وحكتي الغالية كل ده وهو بصصلي ومركز وازن انه حس ان يعرفت حاجة اخدت الشنطة وطلعت ان الاوضة وجري تبلغ امن المدينة الجامعية على رمزي على ما وصلوا للأوضة بتاعتي فوق كان رمزي ماشي وما بقاش ليه اثر خالص لما رجعت الأوضة اتكد من حكتي لقيته سرق مني شواح ان اجهزتي وشوية هدوم واكل كنت سايبه في التلاجة الصغيرة ساعتها استنتجت انه كان بيرقبني وانا نايم عشان لما يتأكد انه رحت في النوم يقوم يفتش في حكتي ويسرق اللي يقدر عليه وان الشنطة اللي شفتها على سريره لما رجعت من الجامعة كانت الحاجات اللي هو سرقها مني عشان كده خبها تحت بسرعة مش مصدق ان كان معايا في القوضة شخص مش مسجل في الجامعة اصلا وازاي عارف يدخل للسكن الجامعي احساسي خوف فعلا والحمد لله انها عدت على خير بس لازم ناخد حذرنا من كل حاجة محدش دامن حد الايام دي وهنا تنتهي حلقتنا اتمنى تكون القصص اللي حكيتها لكم امتعتكم وقفدتكم واستنوا قصص جديدة مني ولو عندكم اقتراحات او حابين تسمعوا قصص عن موضوع معين اكتبولي في التعليقات وما تنسوش الاشتراك واللايك معاكم بالمرة وشكرا لكم يا احلى ناس والسلام عليكم اشتركوا في القناة